شيء ثالث لازم ندركوا في هذا الموضوع إعلانات الله إعلانات الله أحباء هي إعلانات بالتسلسل والتدرج إلى الإعلان مجيء الإعلان الكامل يقول كتاب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة أحبائي هذا الإعلان الكامل هذا الإعلان النهائي هذا الإعلان في شخص المسيح ابن الله الحي تم بواسطة يسوع المسيح فالسؤال عندما الله يصطع بالنور الكامل وبالإعلان الكامل وعندما نرى جمال الكمال وكمال الكمال شخص المسيح الذي لم يفعل خطيئة لم يخطئ والذي طالب من منكم يبكتني على خطيئة الذي لم يستخدم سيفا ولا عنفا لم تكون فتحات العنف والدم والسيف لكن فتحات المحبة غزى قلوب الناس بالمحبة والتسامح أيعقل أن الله يرسل أي شخص آخر أي دين أي نبي وبيطالب بالقتر ويأمر بالقتل بعد الإعلان الكامل إعلان يسوع المسيح فأنا بتأمل أنك تفكر في هذا الموضوع جديا